أفادت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط وكان ترامب قد قال إنه لا يرى حاجة إلى قوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط لمواجهة إيران وتحدث ترامب الذي يركز على محاولة خفض عدد القوات الأمريكية المنتشرة حول العالم تحدث قبل وقت قصير من إطلاعه في البيت الأبيض على خطة انتشار جديدة للقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان